السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين المتابعين ومرحبا بكم إلى هذا الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا عاجلا بخصوص الجريمة التي وقعت في مدينة رداع حيث ورد الآن بأنه صدرت توجيهات من النائب العام بالتحقيق في هذه القضية كما تم توقيف مسؤولين أمنيين والقبض المتوردين به تفجير فدع تفاصيل أكثر مع الخبر الذي يقول وجه النائب العام في صنعاء بالتحقيق في الحادثة المأساوية التي سقض فيها عدد من رجال الأمن ومواضنين بين قتيل وجريح في مدينة رداع بمحافظة البيطاء وأوضح مصدر قضائي بمكتب النائب العام محمد الديلمي أن النائب العام وجه رئيس نيابة استعناف البيطاء لمباشرة التحقيق في هذه الواقعة وضب الجناة المتوردين في هذه القضية والتصرف فيها وفقا للقانون وعشار المصدر إلى أن التوجيهات شددت على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات أو تجاوزات من قبل أجهزة الأمن وأكد أن النيابة العامة لن تتهاون في القيام بدورها في حماية المجتمع والدفاع عن الحقوق والحريات في السياق قالت مصادر مطلعة إن توجيهات صدرت بالقبض على المتوردين بالجريمة والتحقيق معهم وسرعة إحالتهم إلى القضاء وأضافت أن لجنة التحقيق أمنية باشرت عملية التحقيق في الحادثة ووجهت في إيقاف مسؤولين أمنيين في مدينة ردع وفي وقت سابق اليوم ألقى السلطات الأمنية التابعة لسلطة سنعاء القبض على أفراد الأمن المتوردين بتفجير منزل في مدينة ردع لمحافظة البيضاء وأدى ذلك إلى سقوط ضحايا أشكركم على حظر امتابعوا الإصغاء ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في جناة وتفعيل جرس التنبيهات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر